هو داخل فيلا السرجاني انت هتفضل عادلي كده كتير يا اسر مش فاهم يا ام حضرتك عوزاي عوزك تتجوز من فضلك يا ام انت كلمتيني في الموضوع ده كتير وانا رفضه ما هو مش هينفع اسكرت اكتر من كده انت مش حاسس بالوحدة اللي عايش فيها ابنك بسبب اني مش لايه ام جنبه ولا اخ ولا اخت يلعبوا معاه طيب هعمل ايه ما هي السبب مش هي بس السبب يا ابن انت كمان مشترك في الامر ده لاني يا ما نبهتك وقلتلك بلاش دي بالذات وانت تسرعت واتجوزتها وانت في قولة كلية وفي الاخر سابتك وسبتلك عائل صغير لسه في اللفة ودلوقتي عنده خمس سينية وبسبب اللي حصل اديك متأخر حتى في دراستك ولسه في رابعة كلية وانت عندك خمسة وعشرين سنة بدل ما دلوقتي كان زمنك مسك كل شركات ابوك الله يرحمه انا بعمل على قد ما بقدر بدرسه وبعود اللي فات وبحاول ادير شركات والدي في نفس الوقت فمن فضلك من فضلك ما تطلبيش مني اكتر من كده لاني لسه مصر على موقفي انا عارف اني مش هاخد منك كلمة واحدة تريحي في الموضوع ده بالذات طيب على القال وبقى شوف ابنك الغلبان ده واعد معاه شوي بدل ما قرب ينساك حاضر هحاول بإذن الله بعد إذنك خرج قاسر وهو بيقول لنفسه بجد نفسه ضمه في حضنه بس مش قادر لاني كل ما بشوفه واشوفه وشه بافتكرها وافتكر عمهيلها السودة معي عشان كده بجد مش قادر هو في بيت بطلتنا برضا كده يا بيلتعمل بقى زوجك يروح وكمان مبرح يكون اخر يوم في العد وانا ما عرفش ده احنا مناش غير بعض ما تزعليش يا هدير انا عارفة ما شغلك وبعدين انت من ساعة ما تجوزتي على سول انت وزوجك في صفر ودلوقتي قاعدين بعيد عني في أصوات وانا في سكندري ومقدرة كويس بعد المسافة طول عمرك بتقدري ومبتشلش في قلبك من حد وبتلتمسي العزر للكل أصيل يا مريم ربنا يبارك فيك يا هدير يا رب انا عارفة كويس انها الهولك ده يزعلك بس لازم اقول احنا مناش غير بعض مش محتاجة اي حاجة واي فلوس عشان تصرفي حالك بيهم الحمد لله مستورة ما تتكسفش مني يا مريم انا عارفة البر وغطا ما تحرمش منك يا حبيبتي انا الحمد لله نزلت النهاردة ولايت شغل في مستشفى قريبة مننا ربنا يكبر بخطرك يا رب بقولك يا حبيبتي انا عاوزك كده تشوفي حياتك انت لسه صغيرة وكمان معك طفل عندها خمس سنين يعني لازم تلاقي قب وسنة تحس به لانه عارفة كويس ان الحج براي ما الله يرحمه كان على طول تعبنه في المستشفى يعني تقريبا نادر ان ما كان بيشوف بنته وبنته كمان بتشوفه بس انا ما بفكرش في حاجة زي دي خالص لازم تفكر عشان بنتك وعشانك انت كمان ما تنسيش انه كان اكبر منك بثلاثين سنة وانت تلوقتي عندك اربعة عشرين سنة يعني محتاج زوج قريب من سنك يراعيك ويرعي بنتك مش انت بس اللي تراعيه انا عارفة كويس ان من ساعة ما تجوزت لحج براهيم كان تعبين بس ما كنت ازع لهم لانه كان بالنسبال زي القب وكمان اتجوزني بعد ما بابا روح الله يرحم وسطرني كالترخيبه ومن تاني يوم جوز على طول كان في المستشفى وتحليل وغيه وانا اتعلمت التمرد عشاني وكان الله يرحمه حينيين قوي علينا بس انا مش خايفة على نفسي انا خايفة على بنتي اللي كانت متعلق بي قوي واسناء كلامها بتدخل عائشة بنتها ماما او غبابا براهيم فين ليه لسه مجاهش لا يا حبيبتي طيب ما تعرفش هيجي امتى لا يا قلبي ما عرفش بس انا عاوز اشوفه لانه وحشني قوي والله هو وحشنا كلنا يا حبيبتي بس ما نقدرش نقول غير انا لله وانا لا يراجعون وما سكتش مريم نفسها وعادت تبكي خلاص هستنم بابا براهيم قوي ومش هولك ديني بس عشان خطري مطعيتش كده مزح الدموة مامتها بأيديها الزغناء وبس اتخدها ومامتها هلت لها حاضر يا قلبي ماما مش هتسلمي على طنت هجير ولا ايه ازاي حضرتك يا طنت الحمد لله يا قلبي طنت خد بقى الشوكولاتة ديت يا رب تعجبك شكرا قوي يا طنت هجير امه ووحدك من لماما عشان ما تزعلش امه يا حبيبة قلبي ماما من جوه نرجع بقى الفيلة السرجان اللي صح فيها همر الزغنم ابنة اهزة نناه هو بابا فين لسه ما جاشي قلبنا نناه انا زعلان قوي هو بابا مش عاوز يشوفني ولا ايه اللي جت بخطة ايه اللي بتقوله دي حبيبي اكيد طبعا لا بس انا بقى لي اكتر من شهر ما شفتهوش احنا كلنا بنحبك واخلي بابا يشوفك النهاردة بإذن الله اعمار بفرحة بجد بجد يا نناه ايوه يا قلب من الناه لحد امتى هتلحى علي فيه لحد ما تاخد ابنك في حضنك زي الابهات الطبيعيين حاضر حاضر يا امي بس مش النهاردة اما امتى يا ياسر بقى لك شهر ما شفتهوش ولا حتى سألت عليه امتى هتحس انه ابنك مش عاوز حسن ابني لانه كل ما شوفه افتكرها لانه بيفكرني بياها ونسخة من شكلها ويزن بالطفل الغلبان البريدة انه امه كانت انسانة مش كويسة ليه تظلموا معاها اكيد هيطلع زيها وفي يوم من الايام هيعد اليد اللي تمدت له كان بيتكلم كلمات كلها جوه على طفل صغير لا حول لي ولا قوة ولا ما كانوش يعرفه ان كان نازل يتطمن على وده عشان يتأخر ومستنيه ووقفه سمع كل حاجة بيقولها عليه وتاني يوم الصبح بعد محاولات الجدة اخيرا الناس اللي ينزل يفتر معاهم بس لما قعد ما سلمش حتى على ابنه ولا بص في وشه اما قاسل كان قاعد زعلان وكادم في نفسه ما لك يا حبيبي زعلان كده ليه سلامتك يا ننا انت مش كنت نفسك تشوف بابا اهو بابا جالك اول حد عندك وبياكل معك كمان عمر ليه نفسه ايوه بابا قاعد معي بس قلبه مش معي ومش بيحبني وانا متأكد من ده لاني سمعت كل حاجة بارح بس انا بحب بابا من جوه قلبي بعد اذنك يا ام انا فترت خلاص وقاعد هو انت لحقتي يا ابني تقعد معلش ويراه يا محاضرات وبعدين هطلع عالشركة بإذن الله عمر بنفس الصبر وانا كمان يا ننا بعد اذنك انا نايم هو انت كمان يا ابني لحق تتاكل حاجة معلش يا ننا عشان برايحة دونه بس النهاردة يا حبيبي اجازة وعمر بحراب ايه اجازة ايوه يا حبيبي اجازة يا برايحة ذاكر سلام عليكم سلام عليكم يا امي قل لي واحد راح في طريقه ايسر على كليته وعمر على قطه امك جدا سبحان الله ابنه نسخة منه بس مش شايف دا ولا رادي يدي نفسه فرصة ان يشوف ربنا يهديك يا ابني يا رب ويدبر الأمر اما روح انا بقى اعمل التحليل بتاعدي في المستشفى استعنت بالله وتوكلت علي هو في المستشفى مش هوصيك يا ابني تجيب لي حد ايدي خفيفة كده يسحب مني التحليل لان مش حملة اي تعب ما تليش يا امي هجيب لك اكفة ممردة هنا بإذن الله وبصراحة الكل بيشكر فيها وإيديها تتلفف حرير خرجت الدكتور ودخلت ماريا سلام عليكم وعليكم السلام انت يا بنتي اللي هتعمليلي التحليل ايو ان شاء الله افريت يتن حضرتك كويس وهخلص بسرعة ماشي يا بنتي بس بنروح الله يصدرك عشان بخف منها حاضر من عناي يا امي ومتزل جدا عنها في انتظر اخذ عينة التحليل بس بتتفاجئ بمريم اللي بتقول لها خلاص انتي بتتكلمي بجد يا بنتي انا محستش بأي حاجة خالص طيب الحمد لله اسمك اي يا حبيبتي اسمي مريم الله اسم جميل خالص خدي بقى دول عشانك مريم بحرك معلش متاسفة مش هقدر ليه بس كده يا بنتي انا باخد اجري هنا من المستشفى وما عملتش حاجة تستحق وكل الفلوس ديت فبصراحة حسها مش حقي الجدت باعجاب انطريتها في الكلام وفي نفس الوقت من قنعتها ربنا يبرك في اخلاقك يا مريم قولي لي يا حبيبتي انت شكلك صغير انت مرتبطة وهنا تكون انتهت حلاتنا النهاردة يا احلى اخوات اتمنى تكون اعجابتكم ما تنسوش بقى لو اعجابتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وطلعونا رأيكم في التعليقات ولما كنتش مشتركين تشتركوا في القناة وتنورونا ما تنسوش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حزنات وتجوبوا على السؤال اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما قولي لي حبيبتي شكلك صغير انت مرتبطة مريم بحزن انا لسه لعدة بتاعت زوجي اللي روح كانت من كم يوم الله يرحموا يا بنتي يا رب انت عندك منه اطفال اه عندي منه بنوتة صغيرة زي الامر اسمها عائشة ربنا يبريكلك فيها يا بنتي يا رب بس إلا نزلك بعد العدة كده على طول انا نزلت عشانها مخصوص صحيحة انا ظروفي على قدها بس عمري مسمح لنفسي انه مدي يجي لحد عشان كده الاخر نفس في حياتي هعمل عشانها كل حاجة تسعيدها بإذن الله بصت عيدها بإعجاب للمرة التانية للبنت الزغيرة اللي متحملة مسؤولية طفلة صغيرة زيها وقدي شافت في حياتها كتير بس في نفس الوقت المسؤولية الكبيرة اللي شايلها كانت قدها وقدود انا بصراحة استريحت لك جدا يا بنتي وبسبب كلمك كبرت في نظاري اكتر عشان كده بتمنى ان انت توافق على الطلب اللي هطلبه منك وبتمنى ما ترفضهوش اتفضلي يا حضرتك لو فستطعتي هنفزه بإذن الله على طول انا عندي حفظ صغير كده تعبني جدا في تربيته وخيف عليه لاني مش لقي حدي والنس ولا يعد معاه وبواسي بطول اليوم ومش بيشوف ولا معباره والولد بقى نفسيته زي الزفت وانا احيانا بتعب بالليل وعبال ما حد يجيلي يسعفني ببقى تعبت اكتر خلاص فلو ما فيش اي ضغط عليك انا عاوزاك تتولي المهمة دي خاصة ان عندك بنوتة من سنة يعني هتعتبريك انه ابنك وتساعديني في تربيته يكون قطر خيرك وهفارلك قده خاصة بيك في الفيلا وهتجيك المبلغ اللي انت عاوزاك بس وها في ايه ساكتت مريم بافقار كدير بالدور في دمخها منها ابو الولد اللي موجود في الفيلا وغوفها انها تعيش معاه في وجوده ونفس الاحساس ده واصل لعيده عشان كده لتلها انا مش اخد منك دلوقات شأي وكلمة بقى او لا بس احب اطمنك على حاجة ابني راجل محترم جد وتقريبا طول اليوم بره البيت وعيشين معانا في نفس الفيلا ساعد الشغالة وعم حسن الجنين والحرس بتاع المكان حاضر اوعدك ان هفكر بإذن الله واستخر ربنا عز وجل وربنا يقدم اللي في الخير ربنا يبشرك بكل خير يا بنت يا رب ده الكرتب تاعي وهستنى منك اتصال تقولي لي يا اهو فلا رغم بتمنى انه يكون اهو حاضر ان شاء الله ماشت ماما عيدة وكلها امل في الله عز وجل ان مريم توافق وفي انتظر ايجابتها اما مريم بتراوح البت وتتوضى وتستخر ربنا عز وجل وبتفوض امورها لله وانه يدلها ان هي تقبل الشغلة نجيل ولا لا رغم انها في حاجة جديدة للفلوس دي اللي هتساعدها في رعيد بنتها بس هي متعلمش الخير فيه عشان كذا بتتمنى من ربنا اني ذل البر وعسى ان تكروا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صلي على محمد في الاولين والاخرين وفي الملع الأعلى إلى يوم دين اللهم اني يستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيو اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر اعملك مربية خيرا لي في ديني ومعايشي وعاقبة أمري فاقدره لي وان كنت تعلم ان هذا الامر اعملك مربية شر لي في ديني ومعايشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني بي واخر دعواني ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد في الملايه الأعلى واصنطف نعمة بقولك يا بنتي انا عاوزك يعني كده في موضوع ووشي منك في الارض بس غصب عني والله مريم بحرق انا عارفة اكيد حضرتك هتوليلي عن ايجار الشقة المفروض كان يدفع باله سنة بس حاضر انا نزلت دلوقتي في شغل وان شاء الله هزدت لحضرتك المبلغ جزء جزء اني كبر شوي وكانت الفترة بتاعت السنة ديت كان الحج برهيم الله يرحم كان تعبان بس ان شاء الله دلوقتي الحال هيتغير والله يا بنتي ان كان على المبلغ فاحنا مسامحين فيه انا وعمك ابو احمد بس محتاجين الشقة ضروري عشان احمد نزل من شهرين وعاوز تجوز فيها بس اخرنا الجواز مخصوص عشانك لحد ما العدة تخلص اتفاجأت مريم من سرعة نتيجة الاستخارة وفضل ربنا عز بجل عليها اني نور بصيرتها وعرفها تمشي في انوى اتجاه وظخر لها السيدة الطيبة دي اللي صبرت عليها وبتكلمها كأنها هي المديونة عندها سامحين يا بنتي بتمنى ما تكون يزع علينا مريم بابتسامة رضا لا يا طنت انا عمري مزعل من حضرتك خيرك علي يا سابق ربنا يبارك في اخلائك يا بنتي يا رب طب هتقدر تصرا في نفسك ولا عمك ابو احمد يشوف لك شقة تانية ولا تحب ايه ما تعليش الهم يا طنتي الحمد لله ربنا ضبر للامر والف مبروك لأحمد روح يا بنتي ربنا يجبر بخطرك ويجعل لك في كل خطوة سلامة دخلت مريم قدتها وزجدت سجدت شكري لله عز وجل ورفعت الفون بتاعها وكلمت ماما عيدا انا موافقة وان شاء الله هجل حضرتك من بكرة بجد بجد يا بنتي ايوا بجد بتكلمي مين يا امي وايه الفرحة الكبيرة جي اللي ما شفتاش من زمان على وشك اصلي في بنتي تعرفت كده عليها يا ابني في المستشفى وشكلها بنت حلال قوي وان شاء الله هتيجي من بكرة تساعدني في تربية عمر ولو تعبت في اي وقت هتقدر تمرضني ازاي يعني يا امي ازاي تيجي بتعيش معنا هنا وانا موجود انا مش موافقة طبعا اللي ام ابنى في الصبر توافق ما توافقش انا هنا اللي هقرر يا قاسر لان انا صاحبة البيت ده في الاول والاخير وان كان خلاص مش عجبك وتعقدت من كل البنات وهفكرهم كلهم زي بعض فبأكد لك ان دي غيرهم هتقول لي ازاي عرفتي هقول لك ما عرفتش بس دخلت في قلبي من غير استئزاهم اللي تشوفي يا امي بعد اذنك هو تاني يوم الصبح اهلا اهلا يا بنتي نورتنا والله تسلامي حضرتك ده نورك اهلا بالامر الزغناء اسمك ايه يا حبيبتي عايشة بحب اسمي عايشة يا تيتا عمر بغضب ما تدلهش يا تيتا جي تيتا بتاتي انا الجسامة في ايه يا حبيبي ما لك انت تحولت كده ليه البنتي جي بتقول لك يا تيتا وانت بتاعتش انا مش بتاعت حد داني انا بتاعت زي يا حبيبي هو انا جاية من محل روبابك يا خلاص يا حبيبي ما تزعلش هي مش اصده وبقولي طنتي عايضي حبيبتي حاجر يا ماما لا ما تدلهش حاجة داني جي بتاتي انا بس ولا تدله تيتا ولا طنت ولا تكلمها خالص وعايش ابنا في الصبر انت يا ولد انت ما تساعتش للماما كده ولا هعدك من مناخيرك رجع عمر بخوف وراء جدته الاول ما شفته ما مساكتش نفسها من الضحك مالك يا حبيبي خفت كده ليه انا مخفتش ولا حاجة بس البت يديشك لها مسروح وعندها مرض الكلب اللي بيقوله عليه وبيخلي بالك منها يا ناناة حاضر يا حبيبي وانت كمان خلي بالك على نفسك منها حاضر حاضر يا ناناة خلاص بها يا عايش حبيبتي ده زي اخوتي وهو عمل كده عشان مش واخد على الناس وبيحب جدته جدا لدرجة ان مش عاوز يشاركها مع حد تاني فالمفروض يصعب عليك مش تغضبي منه يا حبيبتي عايشة بتفاهم حاضر يا ماما اظن يا بنتي كده شبه فهمتي بالضبط اللي محتاجة منك وبسبب اللي حصل دلوقتي فهمت انا كنت عاوزك معايا في تربيته ليه بس بتمنى منك ان انت تصبري معايا وتتحملي شوية ده حاضر ما تليش ولا تعلي ايهم ربنا يبارك فيك يا بنتي يا رب وفي عقلك واسناء كلامهم بيدخل قاسر اللي مش بيهتم ولا بيسلم على حد انا نازل يا امي مش هتسلم يا ابني على مربية ابنك بص ياسر نحيتها بس كان بيبصلها بهم فجأة وقال لها معقولها هو انتي وهنا تكون انتهت حلاتنا النهر ده احلى اخوات اتمنى تكون عجبتكم ما تنسوش بها لو عجبتكم قصتنا من استأذنكم تضغطوا لايك ادولنا رأيكم في التعليقات ولما كنتش مشتركين في القناة تشتركوا فيها واتنورونا ما تنسوش تصلوا على النبي عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال اللي فوق اللهم اصلي وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته